بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبديه الكتاب ولم يجعل له عوجا وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم صراطا واضحا ومنهجا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي جعل الله له بالقرآن العظيم من كل مشكل مخرجة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكتاب الله عز وجل من خلال مادة علوم القرآن الكريم وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا اللهم آمين أيها الإخوة الدارسين الكرام النهاردة إن شاء الله تعالى موعدنا مع درس جديد من دروس هذا الكتاب الفريد وهو المتعلق بأسباب النزول أسباب نزول القرآن الكريم وهو موضوع مهم وسنتعرف على وجوه أهمية هذا الباب وهذا العلم وبداية نقول إن آيات القرآن الكريم على نوعين بالنسبة لسبب النزول هناك آيات نزلت ابتداء بلا سبب وهناك آيات نزلت على سبب هذا هو النوع الثاني آيات نزلت ابتداء بلا سبب وآيات نزلت على سبب والآيات التي نزلت ابتداء بلا سبب كثيرة قصص القرآن غير ذلك الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة كثيرة وهناك آيات لها سبب وضروري جدا أن ندرس سبب النزول لنتعرف على تفسير الآية على الوجه الصحيح والسليم وسبب نزول الآية تعريفه ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه زمن وقوعه وهذا التعريف موجود عندكم بمعنى أن حدث أمر حدث أمر ما أو جاء سائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية أو الآيات تجيب عن هذا السؤال أو تبين وجه الصواب فيما حدث وإذا تأملتم وتدبرتم التعريف الذي ذكره الدكتور نور رحمه الله تعالى قال أيام وقوعه الهاء في وقوعه متعلقة بالحدث أو السؤال الذي نزلت بسببه الآية أو الآيات وهذا قيد مهم في تعريف سبب النزول بمعنى أن يكون الحدث تلاه نزول الآية أو الآيات وليس هناك فاصل زمن طويل بين الحدث وبين نزول الآية ومن هنا يتبين لنا خطأ من قال إن سبب نزول صورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو ما حدث من أمر أبره عندما جاء بالفيل ما حدث من أبره عندما جاء بالفيل كان في سنة في زمن أو في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول نبئ في العام الأربعين من عمره يبقى على الأقل هناك على الأقل ما يزيد عن أربعين سنة بين حادثة الفيل وبين نزول صورة هل يصح أن نقول بأن سبب نزول صورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هو ما حدث من حادثة الفيل لا لأنها هذه الحادثة لم تكن في زمن نزول الآية هنا قيد لا بد أن تنتبه إلي والشيخ وضح هذا الأمر بما لا مزيد علي تتحدث عنه أيام وقوعه ولذلك انتقد البعض ما ذكره الإمام الواحد في تفسير صورة الفيل أن سببها يعني سبب نزول الصورة قصة قدوم الحبشة بالفيل ماشي فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية فهذا ليس سبب للنزول لأنه لابد أن يكون نزول الآيات مرتبط أو قريب من زمن الحدث الذي نزلت بسببه الآية أو الآيات أو السؤال أو ما شابه ذلك إذن هناك حدث أو سؤال استدعى نزول الآية مثل مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يسأل هناك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول كثير جدا من الآيات لها سبب نزول قبل أن أخوض في غمار هذا البحث وهو بحث مهم هناك شبهة يثيرها المشككون والمستغربون والمستشرقون حول موضوع سبب النزول قالوا في شبهتهم وربما أكون قد تعربت لهذا الأمر فيما سبق ولكن بصورة سريعة ولكن الآن جاء تفصيل الكلام عن هذه القضية قالوا إن لو قلت أن الآية لها سبب نزول وفسرت الآية تفسيرا يرتبط بسبب نزولها إذن أنت تقول بتاريخية القرآن ومعنى تاريخية القرآن أن القرآن آياته مرتبط بزمن معين لأنها نزلت على سبب معين من أناس معينين وبالتالي لا ينسحب أو لا تنسحب الآية أو الآيات على غير سببها ومما قالوا وهذا قول يعني فج إذا قلت أنت بسبب أو بفسرت الآية مرتبط تفسيرا مرتبط بسبب نزولها فأنت تقول أن السبب هو الذي صنع الآية أن السبب أو الحدث هو الذي ساهم في صناعة وتشكيل الآية واهد بالكم وأنه لولا وجود السبب ما نزلت الآية أقول السبب لم يصنع الآية وإنما السبب هو الذي استدعى نزول الآية فالآية موجودة مسبقا إحنا عندنا القرآن كان في اللوح المحفوظ عندنا القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فالآيات موجودة قبل السبب والله تعالى علم أزلا أن سيحدث كذا وسيسأل فلان عن كذا وتسأل فلان عن كذا فضمن القرآن كل ما يحتاجه المجتمع فأنزل وسجل ذلك في القرآن الكريم وظل هذا الكتاب في اللوح المحفوظ موجود ومسطر ونزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا وبعد ذلك نزل على مر الأعوام فالقرآن والآيات موجودة قبل الحدث ولكن استدعى الحدث والسؤال هو الذي استدعى نزول الآيات أخذ بالكم من هذه النقطة لأنه كثير جدا من الذين يسيرون الشبهات والطعون حول القرآن يقولون بهذه الفرية العظيمة أنك لو قلت بسبب النزول أنت ربطت الآية بسبب نزولها يبقى الآية السبب هو الذي استدعى نزول الآية نقول لا السبب هو الذي صنع الآية نقول لا السبب هو الذي استدعى نزول الآية وفرق كبير بين القولين انتهينا من هذا علم أسباب النزول كما قلت لكم مهتم به العلماء من خلال المصنفات الكثيرة فنجد أن كتب الحديث وهذه مسألة مهمة وهي طريق معرفة سبب النزول كيف يعني أتعرف على سبب نزول الآية هل بالاجتهاد هل بإعمال الفكر لا سبب نزول الآية لا يكون إلا عن طريق الرواية وهذا أمر يعني يقتضيه العقل إذن الرواية عن من عن من شهد الوحي وعاصر التنزيل وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وكذلك عن التابعين وسنتعرف على هذه المسألة لأن الشيخة قد تناولها ولكن ذكرت ذلك في البداية لأتعرف على الكتب التي تمت بذكر أسباب النزول قلنا إن سبب النزول ذكر في دووين السنة فتجد أن هناك روايات كثيرة ذكرها القرآن البخاري في صحيح وكذلك الإمام مسلم وكذلك أصحاب السنن الكرام وغيرهم من 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 ألف أو من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين إذن لا مجال في ذلك للاكتهاد إنما هو بالرواية ومدام هناك رواية إذن هذا ينقلنا إلى علم الحديث الشريف لأنها رواية فالرواية الذي يهتم بعلم الروايات هو علم الحديث الشريف وعلم السنة وينطبق على هذه الروايات الواردة في سبب النزول ما ينطبق على الأحاديث الأخرى من حيث القوة والضعف من حيث القبول والرد من حيث الصحة وغيرها وغير ذلك فينطبق على روايات سبب النزول ما ينطبق على الأحاديث النبوية من حيث القبول والرد هناك روايات صحيحة في سبب النزول وهناك روايات ضعيفة وكانت الروايات هذه موجودة في كتب السنة بوجه عام زي البخاري ومسلم وغير ذلك ثم قام بعض المصنفين بإفراد هذا العلم بالتصنيف بمعنى أن هناك من العلماء من أفرد الروايات التي وردت في سبب النزول بمصنفات مفردة زي الإمام الواحدي رضي الله عنه له كتاب نافع ماتع عنوانه أسباب النزول كذلك من أنفع وأمتع الكتب التي اهتمت بذكر الروايات كتاب لابن حجر العسقلاني عنوانه العجاب في بيان الأسباب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وهو كتاب نافع ماتع استفدت أنا شخصيا منه كثيرا وغير ذلك يعني حتى في في العصر الراهن زمن الحالي هناك من اهتم بذلك وألف كتبا في هذا الموضوع منها كتاب الاستيعاب في ذكر الأسباب أو لمؤلف سليم الهلالي وعندنا المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة يعني اقتصر على الروايات الواردة في كتب السنة التسعة عالمون من هي الكتب التسعة أو ما هي الكتب التسعة ذي حاجة في علم الحديث وغير ذلك ومن الكتب النافعة ولكنها ليست خاصة بسبب النزول ولكن ضمن كتابه كثير جدا مما ورد في سبب النزول الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي للإمام المناوي رحمه الله إمام المناوي درك المصري وكان يعني عالما كبيرا في علم الحديث وفي غير ذلك من العلوم النافعة الشرعية وأتى على كثير جدا من الروايات الواردة بسبب النزول التي وردت في تفسير الإمام البيضاوي خرجها وذكر مواطنها وكان يعني ذا سهم كبير في هذا السؤال الآن وهذه مسألة مهمة ما هي فوائد دراسة أو معرفة أسباب النزول؟ أنا رجل سأقوم بتفسير آية من آيات القرآن وهذه الآية أو الآيات لها سبب نزول هل يمكنني أن أفسر الآية بمعزل عن معرفة سبب نزولها؟ وهذا باب مهم فوائد علم أسباب النزول أول فائدة والشيخ هنا ذكر لنا أربعة فوائد الفائدة الأولى الاستعانة على فهم المعنى المراد لدرجة أن الإمام الواحد قال لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن وهاكموا أمثلة وربما أكون قد تعرضت في أول محاضرة للكلام على ذلك عندما تقرأ قول الله تعالى وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ عندما تسمع هذه الآية وأطلب منك أن تقوم بتفسيرها فستجيبني بأن الكون كله لله والله تعالى في كل مكان لا يخل منه زمان ولا يخل منه مكان فإذا توجهت في صلاتك إلى أي جهة فأنت متوجه لله ولله المشرق والمغرب يعني كل الجهات المشرق والمغرب وكل الجهات فأينما تولوا يعني تتجهون في صلاتكم فسمى وجه الله ستفسرها بذلك فأقول لك إذن قبلة هذا المكان إلى هذه الجهة أليس كذلك؟ بلى فأنا جئت واتجهت إلى هذه الجهة بناء على تفسيرك أن فستقول إنك تتجه إلى غير الجهة الصحيحة في الصلاة أقول أليست الآية تقول كذا وكذا وكذا؟ تقول بلى أقول إذن صلاة صحيحة تقول لي لا قف هنا واسمع ما ورد في سبب نزول الآية إذن معرفة سبب نزول الآية يُعين على فهم المراد منها وإزالة الإشكال عن ظاهرها بحيث لا يمكن تفسيرها تفسيرا صحيحا إلا بعد معرفة والوقوف على سبب النزول وهذه مسألة تعرفون سبب نزول الآية هذه ولله المشرق والمغرب وخذ مثلا أيضا قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قد يفهم أحد الناس أن السعي بين الصفى والمروة ليس مهما في الحج وأنه لو لم يسعى حجه صحيح واحد رح يحج وما سعاش بين الصفى والمروة ورجع لنا بها الحمد لله حجيت وطفت حوالين الكعبة ووقفت بعرفة وأديت الأركان ويعمي ساعات بين الصفى والمروة ولا لماذا أليس ربنا يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما فإذا لم يطوف إذا طف فليس عليه شيء فما بالك باب المطفش فإذا من باب أولى ليس عليه شيء فتأتي السيدة عائشة وتصحح لنا هذا الفهم وتقول أن العرب قبل الإسلام كانوا يطوفون يسعون بين الصفى والمروة فلما جاء الإسلام وفرض الحج تحرقوا أن يطوفوا أو أن يسعوا بين الصفى والمروة وقالوا أن هذه الشعيرة من شعائر الجاهلية لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أثناء حجهم في الجاهلية فظنوا أن كل ما يفعل في ما كانوا يفعلونه في الجاهلية لا يفعلونه في الإسلام ولذلك الآية بدأت بهذا العنوان إن الصفى والمروة من شعائر الله ردا على من فاهم أن من شعائر الجاهلية فردوا عليه إذن لولا معرفة سبب النزول ففهمنا الآية على غير وجهها أيضا آيات كثيرة جدا في القرآن يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طاعموا ليس على الذين آمنوا جناحهم فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية فواحد ممكن ييجي يصلي ويعمل الأعمال الصالحة ويأتي يشرب الخمرة أو يأكل لحم الخنزير ونقول له لما تفعل ذلك أقول لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا جناحهم فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فأنا باتقي ومؤمنوا بأعمل الصالحات يبقى لا جناح علي فيما آكل آكل بقى ليعجبني ماشي فهل هذا الفهم صحيح؟ لا غلط لأن سبب النزول الآية جاء إجابة جاءت الآية إجابة على سؤال الصحابة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالوا إخواننا الذين ماتوا قبل تحريم الخمر يعني التحريم الخمر حدث في وقت معين في المدينة هناك أناس من الصحابة ماتوا قبل ذلك التاريخ وماتوا على شرب الخمر ما مآلهم؟ هل هم في الجنة أم في النار؟ هل هم في الرضا؟ أم في محل الغضب؟ لأنهم ماتوا على شرب الخمر التي حرمت فجاءت الآية تجيب على ذلك أنه مادام ماتوا على الإيمان قبل تحريم الخمر فلا زنب عليهم ولا إسم عليه وهناك يعني مثلا فيما يتعلق بتحويل القبلة هناك أيضا حد يذكرني بالموضع وما كان الله ليضيعه إيمانكم أتعلمون يعني معنى هذه الجملة الكريمة؟ أتت هذه الجملة الكريمة في سياق الكلام على تحويل القبلة الصحابة سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا قبل تحويل القبلة من الصحابة صلاتهم مقبولة؟ أم مردودة؟ أم مردودة؟ فربي عز وجل طمآنهم وما كان الله ليضيعه؟ أم مردودة؟ أم مردودة؟ يعني صالاتكم وما كان الله ليضيع صلاتكم التي اتجهتم فيها إلى بيت المقدس إذن لا بد لتفهم الآية فهما صحيح وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا بعد الوقوف على سبب نزوله ولذلك قالوا العلماء قالوا إن العلم بالسبب يورس العلم بالمسبب إن العلم بالسبب يورس العلم بالمسبب من الفوائد أيضا معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم طبعا هناك مثال لذلك تحريم الخمر مر على مراحل معينة إلى أن وصل إلى التحريم القاطع المانع هذا النص الواضح في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا يا رب الصحابة عندما نزلت لدرجة هذه الآيات المفيدة صراحة لتحريم الخمر التزموا وسارعوا إلى الالتزام لدرجة أن الذي كان في فمه بعض الخمر لفظها ولم يبتلعها وألقوا بأواني الخمور في الطرقات لدرجة أن من سار في طرقات المدينة يعني ربما ولا يعرف السبب ربما ظن أن السماء قد أمطرت لكسرة ما أسيل فيها من أواني الخمور إذن الصحابة ردوان الله عليهم عندما تقرأ أحوالهم عندما نزل ذلك التحريم يدفع كذلك إلى التأسي بهم في المصارعة إلى الالتزام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه لو أنت قمت بتفسير الآيات الخمر بمعزل عن معرفة هذه السياقات التاريخية وأحوال الصحابة ربما لم تستفد هذه الفائدة ولكن عندما تدرك أن الآية لما نزلت حدث من الصحابة كذا وكذا وكذا كان ذلك أدعى إلى الالتزام والتأسي بالصحابة الكرام رضي الله عنكم وعنهم أو عنهم وعنكم يا رب العالمين الفائدة الثالثة إزالة الإشكال عن ظاهر النص لمن لم يعرف سبب النزول هناك آية في أواخر صورة آل عمران ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم هذه الآية لها سبب نزول وأول جملة فيها ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني الفرح في القرآن هل هو مزموم أم ممدوح يعني أنت لو قمت الآن وصليت وقرأت حزبا من القرآن وأمسكت بمزبحتك وسبحت وصليت على رسول الله هذه أعمال وتصدقت هذه أعمال خير قمت به فأنت تفرح لأن الله وفقك للعبادة فهذا فرح ممدوح الفرح في القرآن على قسمين هناك فرح محمود وهناك فرح مزموم الفرح المحمود قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي آية أخرى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين كيف توفق بين الآيتين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني ربنا لا يحب الفرحين اللي بيفرحوا وفي آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح كيف توفق هذا بناء على الدافع للفرح فإن كان الدافع للفرح أمر ديني كتوفيق الله لك لطاعته وعبادته أو نعمة ساقها الله إليك من وجه حلال فأنت تفرح بها لأنها من عند مولاك الذي يتولاك وأنت ستنفقها فيما يرضي ربك ورازقك فهنا تفرح ولكن الفرح الذي يؤدي إلى الطقيان والكبر والتبطر على الناس والتعالي عليهم فهذا فرح مزمون هنا في هذه الآية قد يظن ظان فهم هل هذه الآية بتمنع من الفرح ولا بتبيح الفرح فيأتي سبب النزول ليبين لنا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم وقال مروان بن الحكم لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معزبا لنعزبن أجمعون لو كل واحد فرح بل ربنا الدهول ماشي وحمد على ما لم يفعل كلنا سنعزب لأن الآية بمفادة فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب إذن أي فرح الواحد أو أي حاجة حلوة الواحد هيفرح بها هيعزب يبقى ما فيش واحد مش هيعزب لأن ما فيش واحد بيفرح لما حاجة حلوة بتأتي هذا هو الفهم اللي ممكن تفهمه بعيدا عن سبب النزول اسمع كلام مروان بن الحكم لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معزبا لنعزبن أجمعون ثم يأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس يبين له أن هذه الآية لها سبب نزول فينبغي أن تفهم الآية في ضوء سبب نزولها بيّن له ابن عباس فيما أخرجه الإمام البخاري أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكتاب عن شيء معين فكتموه يعني لم يخبروه بالحقيقة التي هي عندهم في كتابهم مستورة ومكتوبة وأخبروه بغيره يعني بدلوا وحرفوا وغيروا أخبروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو في كتبهم وقد يسأل سائل ويقول هل سيدنا النبي كان بيعتمد على أهل الكتاب في فيما يبلغه للناس أقول لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأل أهل الكتاب عما في كتبهم إقامة للحجة عليهم إقامة للحجة عليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالحق في ذلك في هذه المسائل لدرجة أنه لما جاءه رجل وامرأة من اليهود قد وقع في الزنا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم بما في ملتهم هم لأنهم هم يهود ولكن جاءوا إليه كحاكم للمدينة وليس كنبي أخذوا بالكم من هذه المسألة جاءوا إليه كرئيس للبلد وهو الذي يحكم المدينة المنورة وبمن فيها وما فيها فجاءوا إليه بهذا الاعتبار فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يحكم فيهما بما في كتابهم فقال أتوني بالتوراة اقرأوا ما حكمه عندكم وقرأوا حتى جاءوا إلى النص الذي فيه هذا الحكم فوضع القارئ يده وقرأ ما بعده يعني أحكام المزينة جاءت النص هنا وضع يده وقرأ ما قبله وما بعده فقال له رسول الله ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح يعني آية الرجم ظاهرة واضحة إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهل الكتاب إقامة للحجة عليه فهنا كما عندنا في المثال الحالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكتاب عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بما بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما فعلوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه يعني فرح بقى إنهم ضحكوا على سيدنا النبي أولا أجبوا و يعني فعلوا ما طلبه منهم وفي نفس الوقت لم يخبروه بالحقيقة فهم فهم رأوا أنهم قد قاموا بما يجب نحو رسول الله من إجابته على سؤاله ثم حمدوا أنفسهم أن لم يقولوا الحقيق وإنما بدلوا وغيروا فنزلت الآية إقرأها بقى في ضوء هذا السبب ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوا من كتمانهم ما في كتبهم ونطقهم بغير الحقيقة ويحبون أن يحمدوا يعني هم قد أدوا خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهة نظرهم و 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 رسول الله على ما فعل على ما فعلوا من إجابتهم على سؤاله و يحبون إيه أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لو لا لو لا دراسة سبب النزول هل كنتم ستعرفون هذا المعنى إذن من فوائد إشكاء من فوائد معرفة سبب النزول إزالة الإشكال عن ظاهر النص لمن لم يتعرف سبب النزول وهذه مسألة أو أمر قد يصادفه كثير من الذي يتعامل مع القرآن الكريم أو مع تفسير القرآن الكريم أو مع استخراج الأحكام من القرآن الكريم لذلك دراسة سبب النزول مهمة جدا للمفسر ومهمة جدا للفقية أي الذي يستخرج الأحكام الفقية من الآيات القرآنية آخر فائدة الشيخ اتكلم فيها كشف أسرار البلاغة في القرآن لما يفيده علم أسباب النزول من تلاؤم أسلوب القرآن مع مقتضى حال السامعين والعالمين إلى يوم الدين وهذه فائدة مهمة جدا كيف ولكن يعني لست سأمر عليها مرورا سريعا لأنه ليس محتاج كلام كثير والشيخ نور الدين رحمه الله له كتاب عنوانه من بدائع القرآن تكلم فيه عن بعض أبواب بعض الأبواب الواردة في هذا الكتاب أو بعض المسائل ولكن بتوسع كبير واستفاضة مفيدة من بدائع القرآن ومن المسائل التي توسع فيها هذه المسألة كشف أسرار البلاغة في القرآن الكريم لأنه لما تقرأ سبب النزول وتقرأ الآية التي نزلت أو الآيات التي نزلت على هذا السبب ولماذا اختار ربنا هذه الألفاظ دون غيرها لا تتعرف على بلاغة اختيار اللفظ إلا أو ما يفيدك في التعرف على بلاغة اختيار اللفظ معرفة سبب النزول يعني مثلا وهذه مسألة يعني محتاجة أننا ممكن نوضحها في وقت آخر قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يعني لو وقفت أمام بعض هذه بعض الألفاظ الواردة في هذه الآية تجادلك تستفيد أن السؤال المرأة عندما جاءت لم تسأل سؤالا وتنتظر إجابته ولكن كانت تجادل وتحاور وترد عندما كانت تسأل عندما كانت تسأل حضرة النبي ورسول الله يجيبها وترد على رسول الله وتستفسر من رسول الله هنا لم يقل القرآن قد سمع الله قولا التي تسألك في أمر زوجها مثلا ولكن تجادلك لا تتعرف على ما في هذه الكلمة من معاني إلا بعد أن تقف على رواية سبب النزول واخدين بالكم وتشتكي إلى الله كلمة وتشتكي إلى الله تشعرك أن المرأة في مأزق وأنها تلتجئ إلى مولاها عز وجل الله الرحمن الرحيم وتجأر إليه وتشتكي حالها وحال أولادها إلى الله لا تتعرف على هذه المعاني إلا بمعونة سبب النزول ومعرفة الرواية كاملة كما وردت في الكتب إذن من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوف على بلاغة القرآن لأن يا جماعة من إيه هو تأي البلاغة ما تعريف البلاغة مطابقة مقتضى الحال إذن الآية ونحن نعلم وكلنا على يقين أن القرآن الكريم معجزة وأول وجه في الإعجاز هو الإعجاز البلاغي إذن ألفاظ القرآن ينبغي أن تكون موافقة لمقتضى الحال كيف أعرف الحال لابد أن أدر السبب النزول لأن هذا هو الحال هذا هو الحال يبقى موافقة الألفاظ للحال الذي نزلت عليه الآية أخذين بالكم ربنا إنفعنا بالقرآن كما قلت لكم أن انتهينا الآن من الكلام على فوائد معرفة سبب النزول الشيخ يتكلم بعد ذلك على طريق معرفة سبب النزول وكما قلت لكم أن الطريق هو الرواية ولذلك الإمام الواحد رحمه الله قال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب وجدوا في الطلاب يعني في طلب العلم هنا وعتقراء الطلاب وجدوا في الطلاب يعني في طلب العلم أو في طلب هذا العلم اللي هو علم أسباب النزول الرواية عما هذه مسألة المسألة الثانية هل للعقل دور في هذا الباب نعم العقل له دور وهو الحكم على الرواية ومعرفة الصحيح من غيره والمقبول من غيره بناء على الموازين التي وضعها العلماء للقبول والرب دور العقل في هذا ولكن أأتي إلى آية وأخترع لها سبب نزول من عقلي أو من بنات أفكاري لا لا بد من الرواية والسماء هذه المسألة الثانية المسألة الأولى عن من طبعا عن الصحابة والصحابة ردوان الله عليهم أقوالهم قد يكون لها حكم المرفوع بمعنى إنه إحنا عندنا الأحاديث الشريفة منها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا إذن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث موقوفة هذه الأحاديث الموقوفة على الصحابة العلماء قالوا لها حكم المرفوع إذا كانت في مجالات معينة وهو إذا كان في مجال الاكتهاد للعقل فيه يعني مسألة غيبية مسألة لا لا اكتهاد فيها ولا إعمال للفكر فيما يتعلق بعلم العيب الجنة النار الملائكة غير ذلك هذه أمور لا اكتهاد للعقل فيها فإذا وجاءت رواية عن رجل من كبار الصحابة كسيدنا عبد الله بن عباس فهذه الرواية لها حكم المرفوع ولذلك الشيخ هنا يقول وإن كانت العبارة فيها لفظ الصحابي كحديث بن عباس السابق في جوابه لمروان بن الحكم في الآية التي ذكرناها منذ قليل لا تحسبن الذين أفرحون بما أتوا فإن اللفظ لابن عباس لكن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن زي ما قلنا المسألة دية داخل فيما له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفق العلماء على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع ولذلك تجد البخاري ومسلم ذكر كثيرا جدا من الأحاديث من أقوال الصحابة في سبب النزول على اعتبار أن لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك مسألة هام نقرأها التعبير عن سبب النزول وهذا الشيخ يعني ذكره بدون عنوان وآلا من باب يعني التمييز تضعون هذا العنوان على الجانب على جانب الصبح لكن ينبغي الحذر والتيقظ قبل هذا اكتبوا طريق معرفة سبب التعبير عن سبب النزول التعبير عن سبب النزول اسمعوا هذه العبارات جاء عن الصحابي أنه قال أنزلت هذه الآية في كذا أو حدث كذا فنزلت الآية وهناك تعبير آخر نزلت الآية في كذا هذه التعبيرات المختلفة منها ما هو نص في سبب النزول ومنها ما يكون احتمال وليس نص فلو سمعت مثلا أو قرأت عن واحد من الصحابي أو من التابعين يقول مثلا حدث كذا فنزلت الآية فهذا نص صريح اما قولهم نزلت الآية في كذا فهذا تعبير احتمالي بمعنى انه قد يكون مراد القائل ان الآية تضمن هذا المعنى بمعنى مثال يتضح به هذا الكلام يعني عندما اقول قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البصد هذه الآية نزلت في التوسط في الانفاق كان رجل مثلا يسرف في الانفاق وهناك رجل يقتر في الانفاق يعني بخيل فنزلت الآية في شأنه هذا التعبير الذي قلته الآن يحتمل ان كان في راجل في عهد سيدنا النبي مبزر ورجل اخر مقتر فنزلت الآية بشأنهما وهما سبب نزول الآية ويحتمل ان الآية تعني هذا المعنى او تشمل هذا هذا المعنى وهناك مثال يعني به يتضح العبارة دي جاء يعني اخرج الامام البخاري وهذا المثال ليس موجود في الكتاب ولكن سأذكره لكم لتتضح المسألة بما لا مزيد عليه اخرج البخاري عن عروة عروة ابن الزبير وكان الزبير هذا قريب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الزبير خاصم رجلا من الانصار في ارض زراعية في الحرة مكان اسمه الحرة كان سيدنا الزبير له ارض فيها وله جار من الانصار له ارض مجاورة وهذا الامر عندنا في القرى معروف الاتنين الاتنين تخاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يسقي ارضه اولا الزبير الزبير ام الرجل الانصاري والعرف له دور في هذه المسألة انه كان الزبير بيروي الارض يعني يسقي حديقته او ارضه الزراعية ثم بعد ذلك عندما ينتهي الزبير تذهب الماء او يذهب الماء الى ارض ذلك الرجل الانصاري فلما اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك تفهمون هذه الكلمة نعم يعني انت جاملت هذا الرجل لانه ابن عمتك الانصاري يرد على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك واستوع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في البداية اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك يعني اسقي الارض بقليل من الماء فاذا ما ارتوت ارضك ارسل الماء الى جارك فالرجل فالرجل لما قال هذه القولة ان كان ابن عمتك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير وسمح بس الماء حتى يبلغ الجدر يعني عندنا في حدود بين الارض وغيرها يعني كل واحد ملكه وبينه وبين الملك الذي بجواره هناك حدود فسيدنا النبي قال له اسقي الارض في البداية ثم ارسل الماء فلما قال الانصري ذلك القول قال له يا جبير اسقي الماء اسقي ارضك وا احبس الماء حتى يبلغ الجدر يعني اجعل الماء يرتفع حتى يبلغ الحد الذي بينك وبين غير وبين جارك يعني ربما يعني اقول لكم هكذا نأتي بالتلفون افضل الارض هنا فسيدنا النبي قال له اسقي ارضك والزرع الذي فيها فلما احفظه الرجل وضايقه قال له استوعى له حقه بمعنى نرجع الى القاعدة العرفية التي يسير عليها الناس لم يكن ظلما من حضرة النبي او مجاملة ولكن استوعى رسول الله بمعنى انه رد الحق الى الامر العرف الذي كانوا يسيرون عليه ان من يروي ارض يروي زرعة ويحبس الماء حتى يبلغ الماء اعلى الجدار الذي بينه وبين جاره فهمتم ذلك وكان اشار عليهم بامر لهما فيه سعة فقال الزبير فما احسب هذه الآيات الا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قليت ويسلم تسليما هذه الرواية اسمعوا جيدا سيدنا الزبير يقول فما احسب هذه الآيات الا نزلت في ذلك هذه العبارة هل هي نص صريح في بيان سبب النزول ام ان قد يحتمل ان تكون الآية فيها هذا المعنى ايهما ترجحون المعنى الاول ان هذا بيان صريح في سبب النزول ام ان الآية معناها يدخل في هذا الخلاف الذي حدث امر احتمالي امر ايه احتمالي اذا قال الراوي احسب هذه الآية نزلت في كذا او ما احسب هذه الآية نزلت الا في كذا فهذه صيغة احتمالية اما الصيغة الصريحة كأن يقول الراوي مثلا سبب نزول هذه الآية كذا هذه رواية هذا كلام صريح كلام ايه صريح بان يصرح فيقول سبب نزول الآية كذا او يذكر حادثة او سؤال ثم يعقب بقوله فنزلت او ونزلت الى غير ذلك ماشي يعني مثلا لو جبنا مثال على النص الصريح لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون جاء الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون انما هو قول لقمان لابنه يا بني ان الشرك لظلم ايه عظيم وفي رواية عند الامام البخاري قال اصحابه واينا لم يظلم نفسه فنزلت ان الشرك لظلم عظيم اذا التعبير عن سبب النزول الشيخ هنا انا طفط التطواف هذه لكي تفهمون هذه الفقرة لكن ينبغي الحذر والتيقص فلا نخلق بأسباب النزول ما ليس منها فقد يقع على لسانهم نزلت هذه الآية في كذا او في الرجل يفعل كذا ويكون المراد موضوع الآية وليس بيان سبب النزول فقوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة اخرج البخاري عن حزيفة في الآية في هذه الآية نزلت في النفقة إذن هذه القول قول محتمل وليس قول صريح في بيان سبب النزول إذن طريق معرفة سبب النزول الرواية عن الصحابة والتابعين وأكتفي بذلك ونكمل الإسبوع اللي جاي إن شاء الله ما يتعلق ما تبقى من موضوع سبب النزول لأنه موضوع يعني مهم ولكن أحد يعني زملائكم سألني بعض الأسئلة منها سؤال عن الفرق بين نزل ونزل وأنزل وغير ذلك وسألني سؤال آخر عن هل في القرآن الكريم كلمات غير عربية أليس كذلك يا شيخ نعم بالا آه معلش هنأخد خمس إجابة على السؤال الثاني أما السؤال الأول هنأجل الأسبوع اللي جاي اللي إن شاء الله يعني لو ربنا عز وجل أراد لنا العمر السؤال عن هل في القرآن بعض الألفاظ غير العربية عندنا في المسألة دهية رأيين ماشي الرأي الأول يقول بوجود كلمات غير عربية في القرآن والبعض جمع هذه الكلمات منهم من يعني زكر أعداد قليلة ومنهم من أوصلها إلى مية مئة وخمس كلمات منها مثلا استبرق منها الأرائق منها الأب منها الأسباط منها الأسفار منها الأكواب إلى آخره و وقالوا إن هذه الألفاظ مع أنها غير عربية إلا أنها باستخدام القرآن لها أصبحت عربية أصبحت إيه؟ عربية خاصة وأنه يوجد احتمال أن هذه الكلمات أصلها عربي وتكلم بها غير العرب لأن فيه والكلام ده بيتكلم كتير أو فيه لي من دول أن اللغة العربية أصل لكل اللغات أصل لكل اللغات فقد تكون هذه الكلمات واخد بالكم أصلها عربي ولطق بها غير العرب ولطق بها غير العرب إذن ده رأي الأول أنه توجد بعض كلمات يعني جاءت عن غير العرب ماشي الرأي الثاني أن كل ما ورد في القرآن الكريم من كلام فهو عربي إلا أسماء الأعلام وهذا هو الرأي الراجح أن كل ما في القرآن من كلمات عربي إلا أسماء الأعلام لأن أسماء الأعلام هذه يعني مثلا لو في واحد في أندونيسيا مثلا يعني أنت اسمك صبري 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 لا صبري عندنا في اللغة العربية يعني مثلا كلمة الأنناس فكهة عندنا هنا اسمها الأنناس هذه لفظة الأنناس هذه لفظة أندونيسية أندونيسية يعني جاي من أندونيسيا ومعروف عندهم بنفس الإسم حد هنا من أندونيسيا عندكم تعرفون الأنناس معروف عندكم هذه الكلمة جاءت إلينا بهذا اللفظ اسم هذه الفكهة عرفت عندنا بالأنناس لأنها جاءت من أندونيسيا بهذا الاسم فهكذا القرآن الكريم بعض الألفاظ الأعلام أسماء الأعلام ذكرت بلغتها وليس في هذا عيب وليس في هذا عيب ولذلك الصواب عند كثير من العلماء أن الذي يقول أن في القرآن أعجمي بعض الألفاظ غير العربية نقول نعم والذي يقول أنه ليس فيه ألفاظ غير عربية نقول له نعم ماشي الزيب الأحرف أصولها أعجمية إلا أنها لما استخدمت عند العرب عربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ أعجمية إلى ألفاظ عربية واخدين بالكم يا شباب ثم نزل القرآن وهذه الألفاظ يستخدمها العرب يستخدمها لإيه؟ يعني بمعنى أن القرآن لم يأتي بألفاظ لم يستخدمها العرب وإنما كانوا يستخدمونها ويعرفون معانيها ويعرفون إيه؟ معانيها بدليل أنه عندنا مثلا سيدنا عبد الله بن عباس لما كان يستغلق على بعض الناس بعض المعاني بعض الكلمات يأتون إليه ويسألونه ويسألونه فكان يجيبهم المهم يا مولانا أن الموضوع الخلاصة في المسألة أن في القرآن فيه أسماء الأعلام منها ما هو غير عربي ولا يقدح في عربية القرآن الكريم وجود كلمات اتفقت فيها لغة العرب ولغة غيرهم يعني كان العرب عند نزول القرآن يعرفون هذه الكلمات وكانوا يستخدمونها وكانوا إيه يستخدمونها فتوافق اللغتين فتوافق اللغتين في كلمة واحدة أمر ممكن وواقع يعني إحنا عندنا دلوقتي كلمة الإنترنت بهذا نعم معروف عندنا إنترنت لو ذهبت إلى أي مكان معروف أنه إيه الإنترنت فليس يعني يقدح في عربيتنا إذا أنا كنت أتكلم العربية عندما أستخدم الإنترنت تقول لي أنت تستخدم كلمة أنت لست عربي نعم عندما أقول الوص الوص إيه اسمه إيه أو مثلا وهكذا ماشي وكل واحد ينسب تلك الكلمة إلى اللغة التي يعرف أن الكلمة منها المهم يا مولانا عمدنا إيه يعني من الكلمات التي واحد جمع الكلمات الغير عربية في قصيدة ماشي يا مولانا السلسبيل وطاها كورت بيعروم وطوبة وسجيل وكافور والزنجبيل ومشكات سرادق مع استبرق صلوات سندس طور كذا قراطيس ربانيهم وغساق ثم دينار القصطاص مشهور إلى آخر يا مولانا ماشي ماشي انت شاعر شاعر ان شاء الله بأمر الله ممكن أصور لك الورقة دية نعم ان شاء الله المهم يا مولانا نسأل الله تعالى أن يعني ينفعنا بما سمعنا وأن يجمع دائما بيننا على محبة سيدنا محمد وأن ينفعنا بالقرآن ظاهرا وباطنا وأن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا نورا في دنيانا ونورا في قبرنا ونورا في الصراط أو على الصراط وفي الجنة اللهم آمين ان شاء الله دايما نلقاكم على خير ونسأل الله تعالى الرحمة لصاحب هذا المكان والتزديد والتوفيق لكل القائمين على هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله